تعرف ان بمجرد ما اي حد يمسك موبايلك يقدر يوصل لكل حاجة انت بحست عنها في موبايلك من يوم ما اشتريت الموبايل لحد وقتنا هذا في حد ممكن يجي يسألني سؤال يقولي انا دايما بامسح سجلات البحث بتاعتي سواء من على جوجل سواء من على يوتيوب سواء من على اي منصة او اي برنامج طيب احب اقولك ان انت حتى لو بتحزف كل سجلات البحث بتاعتك من كل المنصات ومن كل البرامج ومن كل الاماكن برضو يقدر يوصل ويقدر يشوف كل حاجة انت بحثت عنها زي ما انتو شايفين كده دي كل حاجة انا بحثت عنها من يوم ما اشتريت التليفون ولا انا كمان اتفاجئت بيه ان انا كل المكالمات بتاعتي وكل الرسائل بتاعتي انا حزفها من سجل المكالمات ومن الرسائل للاسف انا لقيتها موجودة جوه المكان ده زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي في الفيديو. الله بقى تعالى امسك موبايلك معايا وتعالى وريك كل حاجة انت بحثت عنها من يوم ما اشتريت التليفون لحد وقتنا ده. لو كنت من الناس اللي بتحب المحتوى اللي انا بقدمه ده ما تنساش تنزل دلوقتي تشترك في القناة وتعمل تفعل زر الجرس ولو عندك اي سؤال تقدر تسيبهولي تحت في الكومنتات وانا هرد عليك على طول فعشان ما طولش عليكم يلا بينا كلنا نمسك موبايلاتنا نروح نشوف المكان الخطير ده اللي بيحفز كل حاجة وازاي نقدر نمسحة ونقمن نفسنا. يلا بينا كده بقى يا شباب نمسك موبايلاتنا ونروح نشوف المكان الخطير ده اللي بيسجل كل حاجة حتى لو حزفناها يلا بينا كده اول حاجة هنوصل الموبايل بانترنت لازم الموبايل يكون عليه انترنت وبعد كده هنروح على الاعدادات بعد ما نروح على الاعدادات هننزل لتحت كده ندور على حاجة اسمها جوجل شايف كلمة جوجل دي هندغط عليها بعد ما نضغط عليها هندغط على ادارة حساب جوجل اهو ضغطنا على ادارة حساب جوجل بعد كده هنلاقي شريط هنا كده هنلفه كده لحد ما يجيب لنا كلمة اسمها البيانات والخصوصية ضغطنا كده يا شباب على البيانات والخصوصية هنبدأ ننزل لتحت كده بالراحة وبعد كده هنلاقي حاجة اسمها النشاط على الويب هندغط في النشاط على الويب ده هيفتح معانا هننزل تحت هنا هنلاقي حاجة اسمها ادارة كل النشاط على الويب وفي التطبيقات النشاط على الويب يا شباب وفي التطبيقات يعني البرامج والانترنت هنضغط عليها كده زي ما احنا شايفين هنبدأ ننزل لتحت كده بص كده بقى معايا بص كده معايا هتلاقي تم استخدام فون باي جوجل تم استخدام فيسبوك لو انت دخلت هنا كده هيقولك الفيسبوك هنا انت عملت في ايه تمام هنرجع كده شباب هننزل لتحت هنلاقي كل حاجة زي ما انتو شايفين استخدمناها موجودة المسينجر الواتساب زي ما انتو شايفين اندرويد جالري اهو زي ما انتو شايفين اهو جهات الاتصال دخلت عليها الفيسبوك كل حاجة يا شباب بالتواريخ لو نزلنا لتحت كده اهو جوجل التفاصيل اهو جوجل كروم اليوتيوب فون باي جوجل الواتساب دي الحاجات يا شباب اللي انا بدخل عليها لو دخلنا هنا كده على التفاصيل في جوجل هيقول لي انت فتحت الوقت امتى والساعة كان بالزبط وبحثت عن ايه طبعا دي يا شباب حاجة خطيرة اوي لو حد وصل لها يقدر يوصل لكل حاجة زي ما انتو شايفين بص انزل 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 سناب شات اهو حتى كل البرامج زي ما انتو شايفين اهو حتى الالعاب انستجرام كل حاجة اهو شايفين يا شباب شايفين اهو يعني مثلا في يوم واحد اهو اللي هو مثلا اتنين يناير شايف تيك توك شايف كل حاجة كل حاجة اهو كل حاجة طبعا انا مش حابب ادخل جوه التفاصيل تمام لعشان دي طبعا حاجات شخصية فانت تقدر تدخل وتشوف التفاصيل في بعض الموبايلات حتى انا فودافون اهو تمام في بعض الموبايلات يا شباب حيلاقي بعد ما يدخل على كلمة التفاصيل حيلاقي كل حاجة موجودة يعني انت لو دخلت هنا مثلا على اي حاجة اي حاجة اهو دخلنا مثلا على جوجل اهو التفاصيل اهو شايف قالك انت فتحت الكاميرا في الوقت ده تمام واستخدمتها فطبعا انا مش حابب ادخل جوه تفاصيل اكتر زي ما انت شايفين كل حاجة بتحصل طبعا يا جماعة تليجرام واتساب مسينجر فون باي جوجل دي انا لو دخلت عليها حيجيب لي الرقم اللي انا اتصلت به طبعا في برات بيجيب الارقام في موبايلات تانية بيقول لك وقت المكالمات بس او تفاصيل المكالمات او كان وقتها قد ايه طبعا الموضوع ده بيختلف يا شباب من اصدار موبايل لاصدار موبايل تاني طيب انا لو عايز امسح كل الحاجات دي هقدر امسحها ازاي تعال اركز معايا بقى كده هندغط رجوع هنا هنرجع تاني عند البيانات والخصوصية وهاجي هنا هقفل السجلات دي كلها السجلات اللي بتحفظ دي هقفلها كلها هدخل مسلا من تحت كده على اليوتيوب اهو تمام وبعد كده هعمل له اقاف زي ما انتو شايفين وانزل لتحت وبعد كده اقول له اقاف مؤقت ده كده الحاجات اللي انا بحثت عنها على اليوتيوب خلاص هو كده مش هيحفظها تاني هقول له حسنا وبعد كده هعمل رجوع هنا كده اليوتيوب قال لي هو موقف مواقعا بعد كده سجل المواقع الجغرافية ده ده عشان محدش يعرف مكانك او محدش يقدر يوصل لمكانك او جوجل ما يحفظ المكان بتاعك هدخل عليه كده وبعد كده هقول له اقاف وبعد كده هنزل تحت خالص وهقول له اقاف مؤقت وبعد كده هقول له حسنا طيب المهم جدا بقى ان انا عايز امسح كل الحاجات اللي فاتت دي عشان محدش يقدر يوصلها هدخل على النشاط على الويب وفيه التطبيقات هدخل عليها كده ركز معايا جدا بقى في دي قبل ما هعمله اقاف هنا هعمله ادارة كل النشاط على الويب وفيه التطبيقات ركز معايا بالراحة اهو واحدة واحدة وبعد كده في حاجة اسمها البحس في انشطك هلاقي الفلترة حسب التاريخ والمنطق هعمله هنا حزف وبعد كده هيطلع لي القايمة دي هيقول لي اخر ساعة اخر يوم جميع الاوقات نطاق مخصص فانا هعمله جميع الاوقات كده وهو هتلاقيه معلم على كل حاجة هنا هو حفظها وبعد كده هتقول له هنا التالي وبعد كده هتقول له هنا حزف اهو قالك هنا اكتمل الحزف هتقول له تحت حسنا طيب نرجع تاني كده عشان مايرجعش يسجل كل الكلام ده تاني اعمل ايه كل اللي انت هتعملوا حفظ النشاط دي هتضغط عليها كده وبعد كده هتقول له اقاف اهو يا رب يا شباب ماكنش بشرح بسرعة اقاف مؤقت وبعد كده هقول له حسنا هنزل تحت كده هلاقي خلاص هو كده وقف النشاط اهو حفظ النشاط اهو متوقف الحزف التلقائي غير متاح لان انا بالفعل وقفت كل حاجة شباب وهنزل خلاص مش هيلائي اي انشطة يبحث عنها خالص وبأنا كده يا شباب حزفت كل حاجة حصلت على التليفون من يوم ما جبت التليفون لحد وقتنا هذا وخليت اي حد يمسك تليفوني ما يقدرش يوصل لبياناتي يا رب يا شباب يكون المحتوى ده عجبكم ما تنسوش بقى اللايك الجميل وتشترك في القناة وتفعله زر الجرس ولو عندك اي سؤال تقدر تسيبهولي تحت في الكمنتات وانا ان شاء الله هرد عليك في اسرع وقت ويا ريت يا شباب يا ريت كله يعمل شير للفيديو ده عشان تقدر تفيد غيرك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته